السلام عليكم الله يسعد لي مساكم جميع يخي في اختصارات المفترضة ظننا نستفيد منها الاختصارات هذه موجودة بالايفون يعني مثلا لمسة بسيطة تصور لك الشاشة لمسة بسيطة مثلا تفتح لك تطبيق أحسن من الطريقة التقليدية يعني وأسرع من الطريقة التقليدية اللي هو مثلا ضغطة ضغطتين من يعرف إيش وكذا هذه الاختصارات موجودة في كل ايفون ولكن قليل اللي يستخدمها نبي نتعرف عليها بالشرح الجيد من الاختصارات طبعا الجميلة في الايفون أنه وأنت تصفح أي موقع مثلا أو أي سنابة وعجبك شي تبي تصور الشاشة أنك بس تضغط ضغطتين من خلف الجوال وراح يصور لك الشاشة بدأ للطريقة التقليدية اللي مثلا لازم نضغط زر لطفاء مع زر رفع الصوت وهكذا في برضو اختصار ثاني أنه لو بيشغل مثلا الفلاش ثلاث ضغطات راح يشغل لي الفلاش بالشكل هذا راح نتعلم كيف الطريقة هذه طبعا ندخل على الاعدادات أول شيء بعدين نروح إلى تسهيلات الوصول بعدين نجي على خانة اللمس وننزل آخر شيء عند الضغط من الخلف بتحصل عندك خيارين واحد مثلا للضغطتين والثاني للثلاث ضغطات لو ضغطنا مثلا للضغطتين بيطلع لك كل الاختصارات اللي ممكن أنك تختارها هنا مثل ما قلنا أنه راح تعصل عندك أغلب الإجراءات المهمة اللي ممكن أنك تستفيد منها باختصار مثلا أنا حاط ضغطتين يسوي لقطة للشاشة ممكن أغيرها وخليها مركز التحكم بحيث أنه لو ضغطت ضغطتين من خلف الجوار راح ينزل لي مركز مركز التحكم وهكذا عندك جميع الاختصارات إلى أنك تقدر تفتح تطبيق تقدر تفتح الواتس اوب تقدر ترسل أي شيء ترجمة مثلا هنا ترجمة لو اخترنا مثلا موضوع الترجمة وضغط ضغطتين بالخلف راح ينزل لي النص أو راح ينزل لي مربع اللي أقدر فيه أحط النص ويترجم علي وهكذا أتمنى إن شاء الله هالميزة هذه اللي قليل منه يستخدمها أنه تفيدوا بإذن الله تعالى